أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من النفط والطاقة أنا ميساء القلة وفي أبرز عنوينها نتابع معهد التمويل الدولي توقع هبوط أسعار النفط عن 60 دولار بسبب كورونا هذا العام مما سيتسبب بدغوط على مصدري الخليج فيروس كورونا يدفع الصين لتخفيض أسعار البنزين والديزل 10% ومصافي التكرير الخاصة تقتنص الفرصة وتشتري النفط الرخيص السعودية تدشن عصر الغاز بحقل الجافورة بإنتاج يصل إلى مليارين ومئتي مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بحلول 2036 أهلا بكم ما قال معهد التمويل الدولي أن تفشي فيروس كورونا سيدفع أسعار النفط لمزيد من الهبوط وقد يصل بها إلى مستويات 57 دولار للبرميل ويلقي بضلاله على أفاق النمو في أنحاء الشرق الأوسط ورجح كبير اقتصادي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المعهد تعديل التوقعات لأسعار النفط للعام بأكمله بناء على تطورات الفيروس مضيفا بأنه إذا بلغ معدل النمو للصين 5% قد يهبط بالطلب الصيني على النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا وقد تخفض الدول الأسيوية طلبها وقال إن هذا قد يؤثر على النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط رغم أنه يجري حتى الآن احتواء التأثير المباشر على اقتصاديات المنطقة لا سيما بالنسبة لصادرات النفط استأنفت شركات الفحم الصينية والتي تديرها الحكومة المركزية عملياتها وعادت بأكثر من 95% من طاقتها الإنتاجية وذلك وفق ما ذكرت الإدارة الصينية الوطنية للطاقة وقال رئيس قسم الفحم في الإدارة إن معدلات عودة القدرة الإنتاجية لجميع شركات الفحم وصلت إلى 76.5% ورغم الأثر السلبية التي تسبب بها فيروس كورونا على قطاع الطاقة عالميا من جهة انخفاض الطلب على النفط والأسعاد لكن بالمقابل اقتنست بعض القطاعات الفرصة بشراء النفط الرخيص في مراهنة أن الطلب في الصين قد يتعافى من تفشي كورونا في الشهور المقبلة يقبل عدد من شركات التكرير الخاصة في الصين على اقتناص إمدادات من الخام بعد الخفاض الأسعار في مراهنة على أنها بلغت أدنى مستوياتها وأن الطلب في الصين قد يتعافى من تفشي فيروس كورونا في الشهور المقبلة حيث خفضت المصافي الخاصة إنتاجها بما لا يقل عن مليون ونصف مليون برميل يوميا بعد تفشي الفيروس التاجي بسبب تراجع طلب على الوقود في الصين مما أدى لزيادة مخزونات الخام والوقود وتستحوذ المصافي الخاصة على خمس والدات الصين من الخام وكانت مصادر تتعامل مع مشتري من الصين أشارت بأن البائعين خسروا بين 3 و 4 دولارات في البرميل لأنهم اشتروا الشحنات في يناير كانون الثاني الماضي وحجزوا الناقلات حين كانت تكلفة الشحن مرتفعة الفيروس التاجي كان وقعه إيجابيا على المستهلكين للديزل والبنزين من الصينيين حيث خفضت الصين صقف أسعار التجزئة للبنزين والديزل للمرة الثانية في 2020 تمشيا مع هبوط أسعار النفط العالمية ليصل إجمال التخفيضات منذ بداية العام إلى حوالي 10% ورغم الفوائد القليلة لأثر فيروس كورونا لبعض القطاعات لكن المخاوف ما زالت تتاعد في أسواق النفط خاصة وأن الصين تعد ثاني أكبر مستهلكا للنفط في العالم وفقا لوكالة الطاقة الدولية وانخفاض النشاط الاقتصادي يعني انخفاض طلب على النفط ويأتي تفشي فيروس كورونا في وقت سيء للغاية بالنسبة لأسعار النفط التي كانت تواجه ضغوطا بسبب وفرة الإمدادات العالمية وتعليقا على استغلال المصافي الصينية لتراجعات أسعار النفط ينضم إلي من لندن سيد جوزيف جاداتولا رئيس قسم التحليل النفطي والغاز في فيتشا سيليوشن أهلا بك معنا سيد جوزيف يعني إلى أي مدى ربما هذه الأزمة خلقت نوع من الفرص بالنسبة لمصافي التكرير الصينية الآن لبدء التعاقد على أسعار نفط أقل مقارنة بالأسعار السابقة وهو ما سيعني عملية تخفيض بالنسبة للتكاليف لديها ما نراه حاليا هو عبارة عن انتقاء في السوق هناك شركات التكرير الصغيرة لديها خزانات محدودة لاغتنام هذه الفرصة هناك تراجع في أنشطة الشركات التكرير بسبب تراجع الطلب على الوقود في الصين لكن هذا الأمر لا يؤدي إلى زيادة في مساحات التخزين بسبب تخفيض القدرة على الإنتاج صحيح أن انخفاض السير يمثل فرصة للشراء لكن ليس هناك مساحات تخزين كبيرة لشركات التكرير الصغيرة لكي تغتنم فرصة انخفاض الأسعار وبالتالي هذا الأمر لن يؤدي إلى زيادة مستوردات الصين من النفط لخدمة هذه الشريحة من السوق نحن تابعنا توجه أيضا المصافي الصينية لعملية تغفيض ربما بإنتاجها بقرابة المليون وخمسمائة ألف برميل يوميا هل برأيك تزايد المخاطر تدفع المصافي لمزيد من عمليات الخفض على المدى القصير وكيف سيكون إنعكاسها كذلك على الأسواق الكثير مما نرى على الأقل في هذا الأسبوع هو أن مشاكل شركات التكرير فيما يتعلق بالطلب على النفط تبدو بمعظمها سوف تحل حتى الشهر مارس أذار فالفيروس على ما يبدو تأثيره يتراجع أو يستقر على الأقل والتوقعات من الصين تشير إلى أن الطلب سيرتد ارتداد إيجابي في الأشهر المقبلة لكن تظل هناك مشكلة أساسية وهي حجم عمليات التكرير وما إذا كان هذا الأمر سيزيد تأثيره عن مواء خارج المنطقة معظم هذه القدرة الفائضة ستستعمل في متقد جنوب آسيا برأينا وآسيا عموما لتحل مكان بعض شركات تكرير محلية وبالتالي لن يكون هناك تأثير عالمي من عودة صيني الإنتاج الكامل بل هذا التأثير سيظهر في الدول القريبة من الصين وتستورد الوقود والفيول من الصين نعم لكن هل يمكن أن نقول فعليا بأن صادرات الصين دخلت بحالة انكماش فعلي سيد جوزيف وإلى أي مدى المدة الزمانية إذا ما تم احتواء فيروس كورونا قادر الصين على استعادة هذه الأسواق وهذه التجارة التصديرية لديها بالتأكيد يبدو أن هناك انكماش في الانتاج الصيني إضافة إلى انكماش في التصدير إلى الدول المجاورة بالنسبة للإطار الزمني الذي نعتقد أن أثر فيروس الكورونا سيخفف خلاله نحن ربما نتحدث عن الربع الثاني كجزء من عملية التعفي التي تتخذ شكل حرفي اللاتيني لكن إذا لم ينخفض انتشار الفيروس وعادة لظهور هذا الأمر سيؤدي إلى امتداد التأثير إلى نصف الثاني من العام لكن فيما يتعلق بأسواق التصدير يبدو حاليا أنه ليس هناك تباطئ كبير من الطلب من الجيران لكن الأشهر الأولى من العام لم تصدر إرقامه بالكامل وبالتالي قد نجد مفاجآت في الشهر المقبل عندما تصدر بيانات شهر يناير كانون الثاني سيد جوزيفا جاتولا رئيس قسم تحليل النفط والغاز في فيتش سليوشن شكرا على وجودك معنا كنت معنا مباشرة من لندن إلى ذلك قال وزير الطاقة الروسي أليكساندر نوفاك إن هناك اتفاق بين منتجي النفط العالميين على أنه لم يعد من المنطقي أن يجتمع المنتجون من أوبيك وخارجها قبل الموعد المقرر في أواء المارس القادم وأضاف نوفاك الذي بحث أسواق النفط مع نظيره السعودي الأسبوع الماضي أن موسكو ما زالت تتواصل مع الدول الأخرى بخصوص الوضع في سوق النفط مشيرا إلى أنه ينبغي أن تعقد الاجتماعات المقررة في موعدها المحددة ولا يوجد شيء استثنائي بما يكفي لتغيير الموعد هذا وتحاول أوبيك إقناع روسيا بالانضمام إلى تعمق لتخفيضات إنتاج النفط وقالت موسكو أنها ستفسح عن موقفها خلال الأيام المقبلة إلى ذلك توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بحوالي 18 ألف برميل يوميا في مارس أذار إلى مستوى قياسي عند 9 مليون و180 ألف برميل يوميا مدفوعا بمكاسب في حوض برميل مع توقعات ببقاء الإنتاج مستقرا أو ينخفض في ستة من سبعة تشكيلات صخرية رئيسية وتوقعت الإدارة انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي لثالث شهر على التوالي في مارس أذار ليسجل أكبر هبوط منذ يناير كانون الثاني 2019 قالت رويل داتشيل إن آسيا ستكون قادرة على استعاب غالبية الزيادة في المعروض من الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من النصف الثاني من عام 2020 مع انحسار دور السوق الأوروبية كركيزة لإحداث التوازن حيث ساهم اعتدال في الطقس وتفشي فيروس كورونا في الصين في تقلص الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا كما وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى مستويات قياسية منخفضة بينما تترنح أسعار الغاز الأوروبية عند أدنى مستوياتها في عشر سنوات وتوقعت شيل أن يتضعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال إلى 700 مليون طن بحلول عام 2040 في النفط والطاقة بعد الفاصل جنوب السودان يتهيأ لعرض أربعة عشر منطقة نفطية على شركات الاستكشاف أهلا بكم من جديد دشنت المملكة العربية السعودية عصر الغاز بتطوير حقل الجفورة حيث أكدت وزارة الطاقة أن تطوير الحقل الذي حصلت عليه إرامكو سيجعل المملكة ثالثة أكبر منتجا للغاز عالميا بحلول عام 2030 الجفورة موابة السعودية لدخول نادي منتجي الغاز العالمي هذا الحقل الذي سيدخل الخدمة في 2024 سنقف على تفاصيله بالأرقام والمؤشرات والإضافات التي يمكن أن يضيفها لقطاع الغاز السعودي حقل الغاز الجفورة الشركة المطورة هي أرامكو السعودية من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2024 ما هو حجم الإنتاج في العام 2036 نتحدث عن مليارين ومائتي مليون قدم مكعب من الغاز يوميا عن 424 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان يوميا و 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات الاحتياطيات تقدر بـ 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب هذه هي الأرقام بالنسبة للإنتاج ما ذا عن تطوير حقل غاز الجفورة قيمة الاستثمار والتطوير في هذا الحقل تقدر بـ 110 مليار دولار الإرادات خلال 22 عاما تقدر بـ 8 مليارات و 200 مليون دولار سنويا يجعل السعودية ترتقي إلى مصاف الثلاثة الكبار في العالم كثالث أكبر منتج للغاز في العالم بحلول العام 2030 كقيمة مضافة وإضافة جديدة لهذا القطاع الحيوي ما هي أهمية تطوير حقل غاز الجفورة بهذا الشكل وبهذا الحجم نتحدث عن 100 كم عرضا و 170 كم في الطول لا شك أن قطاعات بعينها ستستفيد من ذلك ممثلة في قطاع تحلية المياه وتوليد الكهرباء والتعدين هذه القطاعات الحيوية سيسهم هذا الحقل ربما في تطوير الصناعات المحلية من الدرجة الأولى وهذه القطاعات أيضا باحتبارها قطاعات استراتيجية في المملكة قطاع الغاز بشكل عام في السعودية هي سادس أكبر احتياطي عالمي المملكة العربية السعودية وإنتاج يقدر بـ 13 مليار قدم مكعب يوميا هذا في المجمل لا شك في أن حقل الجفورة للغاز بهذه المحطيات وهذه الأرقام سيضيف ويحدث هذه الإضافات لهذا القطاع الحيوي والمهم وتعليقا على حقل الجفورة وأثره الاقتصادي على المملكة العربية السعودية ينضم إلينا من الرياض سيد عقيل لعنزي محلل شؤون الطاقة وعضو الجمعية الدولية لاقتصادات الطاقة أحييك سيد عقيل وشكرا على وجودك هذا الحقل حسب التصريحات التي سمعناها والبيان الذي صدر من وزارة الطاقة سيعزز من مكانة المملكة ويدخلها في نادي إنتاج الغاز عالميا لتصبح الثالثة على مستوى العالم لكن دعنا نبدأ بالحديث عن أثره الاقتصادي للمملكة وإلى أي مدى يحقق رؤية عشرين ثلاثين شكرا جزيلا وحييك وحييس سادة المشاهدين الحقيقة أن هذا الانجاز أحد الإنجازات الحديثة التي تحققت بعد إعلان رؤية المملكة عشرين ثلاثين والتي يسعى من خلالها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى نقل المملكة إلى الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا وتنمويا هذا المشروع والذي الحقيقة أكبر من أن يكون حقا لما هو حوض كبير إذا ما تحدثنا عن مئة وسبعين في مئة كيلومتر سيحقق للمملكة دعما اقتصاديا سواء من الناحية المالية حيث سيحقق دخلا حوالي اثنين وثلاثين مليار ريال سنويا كذلك يحقق للمملكة أن تكمل برامجها في مجال الطاقة فلدي المملكة برامج وهي مزيج الطاقة بحيث أن يكون هناك برامج مزيج من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة لكي ترفض اقتصادياتها وتكون اعتمادها أقل على النفط فنحن متجهين الآن إلى عاصر جديد من الطاقة الحديثة والطاقة التي فيها انبعاثات كربونية قليلة وهذه البرامج حقيقة ستحقق رؤية المملكة في هذا المجال المملكة لديها أيضا نهضة اقتصالية وصناعية كبيرة تتمثل في المدن الصناعية سواء في مجال البتركيماويات الصناعات الحديثة في البتركيماويات أو حتى الصناعات التعدينية وهناك مدن تحتاج مدن صناعية مدن تعدينية تحتاج إلى مثل هذه الطاقة النظيفة فلدينا مثلا في رأس الخير صناعات تعدينية وكذلك في وعد الشمال في الشمال المملكة اكتسبت خبرة كبيرة في مجال تطوير الغاز غير التقليدي واستطاعت أن تنتج الغاز من حقل الغاز الشمالي أو ما يسمى حقل الجنميد وبالتالي المملكة استطاعت أن تدخل مضمار الدول الصناعية الكبيرة في مجال انتاج الغاز سواء كان طبيعي أو سواء كان تقليدي أو غير تقليدي فالمملكة استطاعت أن توظف ثرواتها في مجال صناعات حديثة في صناعات متقدمة هذا المنتج حقيقة سيوجه حسن ما تحدثت عنه وزارة الطاقة إلى الصناعات الحديثة الصناعات المحلية سواء بتركيماوية أو صناعات في مجال تحلية المياه أو حتى المعادل وكذلك بعد ما تم تطوير الحقل في المستقبل ستدخل المملكة إلى قائمة الدول التي ستصدر الغاز إلى الأسواق العالمية وهذا السؤال سيدة عقيل اليوم عندما نتحدث عن هذه الكميات من الحقل الذي تقارب 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب إلى أي مدى هذا سيخلق صناعات تحويلية تنافسية بالنسبة للمملكة بالفترة القادمة وحتى بدء الإنتاج نتحدث عن عام 2024 حتى نبدأ بعملية الإنتاج من هذا الحقل لا شك أنه كما تعرفون الغاز له عدة استخدامات منه استخدام أن يكون طاقة يعني لتوليد الطاقة أو يكون لقيم للصناعات البتركيماوية والتي الحقيقة المملكة لها مجال كبير في هذه الصناعة واستطاعت أن تصدر في السابق إلى الدول المتقدمة صناعات المنتجات البتركيماويات الآن ستتوسع المملكة في مجال صناعة البتركيماويات وسيكون هذا المنتج ومنتج الغاز له دور مهم في دعم هذه الصناعات ويكون أيضا له دور في الصناعات الأخرى كوقود للمحطات الكبيرة سواء من توليد الطاقة الكهربائية أو حتى المصانع مثل صناعات تحلية المياه أو كذلك الصناعات بالنسبة لصناعات التعدين نعم لكن تحدثت عن عملية التصدير أستاذ عقيل يعني اليوم نحن نشهد استمرار لتراجع أسعار الغاز على المستوى العالمي دخول المملكة على خط إنتاج الغاز غير التقليدي إلى أي مدى أيضا سيدغط على مستوى الأسعار عالميا برأيك وإلى أي مدى هي قادرة بالفعل على إيجاد أسواق لمنتجاتها بالفترة القادمة بحكم وجود عرض كبير من الغاز بالوقت الحالي إذا ما نظرنا إلى نمو الطلب على الغاز نلاحظ أن العالم يتجه الآن إلى الغاز كبديل عن المواد الأخرى التي تحتوي على منتجات أو عناصر كهدروكربونية وتكون لها أضرار علبية الدول الآن تتجه أو معظم الدول الآن تتجه إلى الغاز لاستخدامه في تولية الطاقة نلاحظ أن هناك نمو بحوالي 4% أو أكثر حتى من 4% سنويا على الطلب العالمي على الغاز فبالتالي أنا أعتقد وكثير من المحللين يرون بأنه لن يكون هناك أي تعثير ربما أن ترتفل أسعار في المستقبل الأسواق المتعطشة إلى الغاز الطبيعي أو الغاز المسال سواء بجانبين الجانب الأول هو جانب تولية الطاقة الجانب الثاني هو ليكون لقيما للصناعات البتروكيموية فلا خوف من إيجاد مستهلكين أو حتى أسواق لمنتجات الغاز في الأسواق العالمية هناك كثير من الدول تتعطش إلى الغاز لصناعاتها للسوق كثير من تحتاج للتوجه العالمي توجه حتى المنظمة العالمية للطاقة بأنه يكون هناك تركيز على الغاز لأنه أقل تلوثا للبيئة وبالتالي حتى اتفاقية المناخ تنص على أنه لا بد أن نقلل من الاستخدام لبعض المنتجات التي تعمل على تلوث البيئة ونتجه إلى المنتجات التي لها أثرا قليلا على البيئة مثل الغاز والطاقة المتجددة فهذا في اعتقادي بأنه ليس له أي تأثير بالعكس الأسواق العالمية محتاجة إلى هذا النوع من المنتج ونشكرك سيد عقيل العنيزي محلل شؤون الطاقة وعضو الجمعية الدولية لإقتصادات الطاقة كنت معنا من الرياض وقعت وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان اتفاقا لتقاسم الانتاج مع شركتين توتال الفرنسية وبي بي تي اي بي التايلندية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز غير المصاحب في منطقة الامتياز رقم 12 وبموجب الاتفاق ستنفذ الشركتان عمليات مساح سيزيمي ودراسات جيولوجية وستحفزان أبار استكشافية وتتالي الاستكشاف والانتاج المشاغل للمنطقة البالغة مساحتها 9546 كم مربع والواقعة في وسط عمان وتستحوذ 80% من حقوق المشاركة في المشروع المشترك بينما تمتلك الشركة التايلندية النسبة الباقية اضطرت ايران لتقليص مشروعات لانتاج النفط بسبب قلة التمويل وتراجع اراداتها من صادرات النفط كما وتم اغلاق مشروعات ثانوية لفترة طويلة وفق ما ذكره وزير النفط الايراني بي جين زنجاني هذا وانسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي المتعدد الأطراف مع ايران في عام 2018 واعاد فرض عقوبات الحقت ضررا شديدا باقتصاد ايران وخفضت صادراتها من النفط الخام باكثر من 80% الى السودان حيث تخطط وزارة البترول في الجنوب لعرض 14 منطقة نفطية على شركات الاستكشاف جولة ترخيص في الربع الاول من 2020 هذا وزاد استثمار شركات استكشاف النفط والغاز الأجنبية بما في ذلك أوروانتو بتروليوم النيجيرية التي وقعت اتفاقا للاستكشاف وتقاسم الانتاج مدته ست سنوات في عام 2017 بينما وقع جنوب السودان وجنوب افريقيا اتفاقا للاستكشاف وتقاسم الانتاج في مايو ايار الماضي ويحصل جنوب السودان على جميع اراداته تقريبا من النفط لكن انتاجه الحالي والبالغ نحو 180 الف برميل يوميا ينخفض عن ذروته والتي قدرت ب250 الف برميل يوميا قبل عام 2013 بهذه الجولة مشاهدين نأتي إلى نهاية حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا cnbc.com ومواقع التواصل لاجتماعي تويتر وفيسبوك إلى اللقاء اشتركوا في القناة